أخبار اليوم أخبار الأبطاء والحقابة عن الوضع السياحي في دموليك مصر العقل حضرتك وعكي أن السياحة على مستوى العالم أصبحت صناعة ضخمة في إدري متوقع بنهاية هذا العالم أن يجب أعداد السياحين على مستوى العالم أكبر من مليار وعين مليون السياحة المصرية بيعمل فيها بصورة مبشرة وغير مبشرة حوالي أبقاع مليون مواطن فلو افترضنا أن كل مواطن سيعوم من أدير أربع إلى أفراد إذن هناك حوالي من 15 إلى 20 مليون بقسة قوم من ضاع السياحة الدول الرئيسية المصدرة للسياحة من مصر بدأت روسيا في المنطقة الأول في نهاية عام 2014 ووصل من روسيا إلى مصر حوالي من 3 مليون فيها مسائح بتأليها المنطقة الممتحدة لحوالي مليون ثم ألمانيا بنفس الرقم ثم بتألي في المرتبة الرابعة أوكرانيا وإيطاليا والتنصر مصر تحتاج المرتبة الرقم 14 من أفضل 50 دولة سياحية إحدى المرتبة الرقم واحد في شرق أوسط بنسبة ثلاثة وعشر وعشر وثمية بنحتالي رقم واحد في آآ شمال أفريقيا بنسبة خمسة وعشر وثمية بنحتالي ستة وعشرين وثمية من حجم حركة سياحة في الميدي فيست أو مرتبة الشرق ناصر مصر حاليا انتظره حوالي ٢٠٠٠ ألف غرفة كمتفية وهناك تقريباً حوالي ٣٣٠ ألف غرفة كمتفية تحت التنشاء أي اجتدال العامين القادمين مصر هيكون لدينا ٤٠٠٠ إلى ٢٠٠ ألف غرفة لذا ممكن يساعدنا على أن احنا نستقل حوالي ٣٨ مليون ساعة إن شاء الله يعني إلى الأيام قليلة سوف تضطح حملة دعائجة بتغطي أكثر من ٢٧ سوق تقليل برمجة كمالية ٢٨ دليون دولار الرقم يأتي بالكامل من حلال مساهمات القطاع الخاص سواء الحمالة أو شركات سياحة ولا لنحمل الفقومة أي دولار فيه الحملة سوف تضطح تحت عنوان لسل ايجيبت أو الحية لمصر وإحنا عملنا هاشتاغ اسمه لسل ايجيبت مصر الغنية بشعبها مصر الغنية بسطولها فكل هو واحد نقضى معاها بسمارتفون أو معاها بالكامرة يدخل يصور صورة أو يصور فيديو ويقضوا على الاشتاغ اسمه لسل ايجيبت ومعنى الدولة العربية هي لمصر لا شعار الحملة الجديدة التي محبها بزارة السياحة شكرا شكرا